بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله اليوم سنأخذ إعازات جديدة في الخرص نظام الأوبن تول أول إعاز سنأخذ هو إعاز النانو إعاز النانو يستخدم من كتر هذه الصورة والذي هو هذا الإعاز نستخدم إعاز النانو لإنشاء فايل أو إنشاء ملف نصي طبعا أيضا نتعامل مع هذا التكس فايل إنه نحفظ الملفات وأف أكثر من الأوبشن بس اليوم سنأخذ كيفية حفظ هذا الملف اللي نفتحه بالنانو وأيضا كيفية عمل الكتبس نستخدم كيفية حفظ نستخدم كيفية حفظ نستخدم اغير مثلا كلمة اريد انقلها من المكان فاحرك المؤشر على بداية هذه الكلمة وانطي كونترول كي لاحظ ان الكلمة راحت وحولها يعني ارجى اصولها فاس فاروحا للمكان اللي ارجى اصولها فاس وانطي كونترول يو ايه لعمل القص متر كونترول كي وليعمل الفيس متر كونترول يو بالتالي يقدر انقل المكان الى مكان بس اذا انا احفظ هذا الملف عندنا ايضا نجمع على الابتشنات اذا نحاول ان ترغون شفوين شفوين بها مثلا كونترول استحنا سوينا كارت باستخدام كونترول كي مثلا بنسوي جاستيفاي كونترول جي نسوي باحث كونترول دابليو بالتالي ان ايقدر اسوي عمليات اضعافية على الملفات او الكلمات اللي مكتوبة في ملف نصي ثم فتحه باستخدام النعمة سأت ايضا احفظ هذا الملف ارتكت كونترول او ستطلعني انه خيار تسمي ذلك الملف سنفرض راح نسميهم او راح نسميه كومبيوتر كومبيوتر ساين نقطت الاسم انطي انتر اوكي سيب الملف و اريد ان اخرج قطي كونترول اكس فهذا الصورة صار عندي ملف نصي اسمه نانو و انا نستعض الداركتري راح نلاحظ انه انا عندي نو تيكس فايل اسمه كومبيوتر ساينس و اللي ضفت فيه بجمع عمليات كلمات بالتالي ارنيت داركت استخدام اعاز النانو انه اسوي نو تيكس فايل و اضيف بعض الابشنات او بعض الاحراضيه في التعديق على النصوص المكتوبة في تيكس فايل يعازي اللي بعد اللي اخدناه هو يعازي الايكو او اللي راح ناخده يعازي الايكو يعازي الايكو يستخدم يعازي الايكو بصورة رئيسية انه يعني خليني اقدر اصرف بحرورية مع النصوص مثلا اصوي تعديلات على النصوص بشكل خاص مو ملفات او فولدرات يعني مو ادخل على الملف او الفولدر و اصوي تحويله امطل في السترينج او في التكس فايل و بها بعض التغييرات سألت اغيرهم باستخدم اعازي الايكو يعني لو اصور عندي في السلسلة النصوصية وعندي في التكس كانت تون ميت لاين و اريد ان اغير علي ما اروحا على لاين 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 لا اقدر استخدم اعازي الايكو و اطبق عليه وهو راح يصير تغيير حتى امكن طعا اعازي الايكو بمجموعة من الابشنات من جانب نستعروبهن نكتب بهذه الصورة و هنكتب الهيل حتى نستعروب الاوبشنات الموجودة في اعازي الايكو اعازي الايكو بمجموعة من الابشنات راح ناخد اليوم سلاش بي اللي هو باكس بيس انه رجع لي مسافه سلاش سي ساعدني انه من ضيع لاين راح نشوف الشون يعني كنه يخلي الطباعة كلها طباعة الاوت بطل مع كتاب او امر مكتوبة في لاين واحد عندي خلي ناخد سلاش ان نولاين عندي سلاش تي راح ناخد اليوم كتاب لاحب اكو شغلات ثانية و راح ناخد هين مثلا سلاش بي يجب ان تجربوها انتو و راح ناخد مثلا اعاز او اعازي الايكو راح استخدمه بداي لازم اكتب ماينس اي ماينس اي هي راح استاعدني على اكتابة الاوبشن اللي حتكون بعد الهاش ناخد اول واحد او اول سلاش بي حتى استخدم او اوبشن هاش بي لازم اساو اكتب كومنت او الاوامر اللي هي ماينس اي الامر اللي هو ماينس اي اهنان راح استخدم هاش بي لازالة في سبيس واستخدم هاش بي لازالة في سبيس او اعطي مراه او فا و انتبه افاق واستخدم هناك مراه او too واستخدم هم ايها سبيسة سبية او اخر حتى ناخد او primary و انتبه هم اتخدم يعزي الايكو الانتبه او الكبير او اي بنا كنت خبير او او اقول انضع او اكتب ناخد او او اجل قبير او اكتب او او اي و انتبه اكتب تنفيذ الامر اللي يكون بعد هذه العلامة الهاش خليت هنا space حتى نعرف شن الفائدة طرعا slash b ساعدنا على حف الفراغات خليت هنا space واحد وكلمة واحدة وهنا خليت space و slash b رح نجرب slash b شنو سيسوي فعندما تلاحظون انه slash b في اول مرة حذفت الفراغ اللي هو مستوى من space واحد ثاني مرة ايضا حذفت الفراغ يعني نرجع لي اياه كلمة لي space واحد فقط اسمع انه هان عندي spaceين فبقى فراغ ما بين الكلمتين بالتالي slash b رجع لي فراغ واحد slash b رجع لي فراغ واحد اذا رجل استخدم option اخر واللي هو مثل hash n هم نستحل المساكل من اريدها طبعا slash n يستخدم لتطريق الكلمات على اسطر مختلفة يعني كل كلمة رح تكتب في line مختلف انا نعدي slash n لانه انا نطيفه يعني الناس اعدي لين جديد من انا نطيف slash n بالتالي نزل line والفوفه كتبه في line والنجف كتبه في line مختلف بالتالي slash n كما قدت يستخدم في طباعة الكلمات على lineات مختلفة عندي slash team ايضا سستخدم نفس الجملة نفرض انه غير شيء انما عندي كلمتين مثلا سقاط وقدر اضيف تاب ما بيناتهم ايضا اكتب echo space minus e space والsetting اللي اريد اغير عليها اكتب ما بين الكلمتين slash t وقط enter اللاحظ انه صار عندي space ما بين الكلمتين بالتالي slash t يستخدم في اضافة tab ما بين تلك الكلمات اوœPtion اللي قعد عندي في عندي option واستخدم انة من ضي علام وتخلي الطباعة تكون عنو رح يطبع لهذا الكلمتين وهذا الكمند كله في لين واحد وهذا الـ Output وهذا الكمند كله في لين واحد اللي هو ايضا نكتب echo minus e ونكتب minus o slash c نكتب هاي سترينك وهاش slash c وننطق هون هنلاحظ انه يطبع لي كلمة كوفا ويطبع لي هاي الكامند بعد كلمة كوفا يعني كأنه هاي slash c رح تخليه هذا الاعاز يجبقيا ويطبعه هنانا بعد كلمة كوفا كوفا وهذا الكمند كثت في لين واحد وهذا الاعاز يستخدم انه لكتابة هذا الامرين او هذا الكمندين في لين واحد سوف نستخدم لطباعه على لين واحد من دون ما نضيف لين جديد تقريبا هاي اهم الاوبشنات يا عازي الايكو ايضا اقدر استخدمه لنفس الغرق بس نكتب ايكو و star و انطي انتر اللاحظ انه استعرض للديركتوري اللي موجود عندي بس اكتب فرغ ما بينه ما بين الالس النور الاس هنا ايكون هن مثلا الفولدرات مكتبه في اللون الازرق اه التك سفايف في لون الابيض سابقه في محاضره سابقه تشان الارشيف يطلعه في اللون الاحمر بالتالي اقفت جدوله في اظهار البيانات يعازي الايكو لا يظهر ليانطل في لين واحد ولون واحد بالتالي ما يكون سهولة في عملية قراءة البيانات بنما يعازي الاس لا يكون واضح مثل ما تشوفون لسا في هذه الفلدرات كلها في لين واحد و لون واحد بعد هذا اهم ما موجود في عازل ايبو دعنا نتأكد اكو بعض شي ما اخذنا سلاش تي سلاش ان سلاش تي نعم و العازل اللي رح ناخذه و الكمند اللي رح ناخذه هو WC WordCount WordCount يعني استخدام في التعرف على خصائص الملفات يعني عدد اللاينات عدد اقوى اللايين عدد الكاروكتر الموجودة في كل اللايين يعني هاي امور التحكيات اللي ممكن او التغيرات اللي يحتاج ان نتعرف عليها بعض المعلومات اللي يحتاج ان نتعرف عليها في الملفات النصية عندي WC-L Print the number of line in file يعني اقبال عدد اللاينات الموجودة في الفايل عندي W Print the number of word in file هل ناخد اللي اعازي يعني عندي في البداية اكتب الاعاز و عندي اسم الملف الكمبيوتر ساينس اسم ال text file اللي استاني سوته باستخدام اعاز النانو و انطي انتر يقول لي انت عندك ثلاث لائنات في الكمبيوتر ساينس و انا صحيك كتابة ثلاث لائنات لما نفتح الملف عندي ثلاث لائنات في ال text file اللي اسمه computer signs وهو ناذكر لي عندك ثلاث لائنات لعاز الاخرة او ال option الاخر option استخدام عدد ال word الموجودة في تلك الملف النصي و ابطي انتر ايضا عندي ثلاث كلمات موجودة في هذا ال text file ال option الاخر او ال option راح ناخر ايضا منس c disobey the count of 5 in file والاخر هو منس m print the count of collector from a file والاخر هو منس m والاخر هو منس يعني يطبع لي اطول اطول لائن موجود في ذلك الفائل طول اطول لائن موجود في ذلك الفائل طول اطول لائن موجود في ذلك الفائل يطبع ال count يقول لي 22 بايت عندك موجودة في ال computer signs وايضا الام الام وحيقول لي 22 كاركتر موجود عندك في text file اللي اسمه computer signs 22 كاركتر موجود عندي في text file 22 كاركتر موجود عندي في text file اللي اسمه computer signs و 22 بايت عندي موجود في الكمبيتر الابشن الاخلي اللي هو مثل ما ذكرنا minus L فعن captor L دائما نكون دقيقين حساس أوبنتو و و حساس و حساس لما يكون عندنا خطأ أول شيء نلاحظ أول ما نشوف منذ الكود من المشغالة أو الكود بها خطأ لا نروح نتاك البيض اللي كاس بيه و نتاك الاسمه و نتاك الاسمه لأنه نكون جدا حساس لاحظون في البداية أنه من استخدام عدد اللينات موجودة في هذا الملف النصي بينما من استخدام من طباعة طول أطول لين عندي أطول لين اللي هو يعني طول عشرة عشرة كاركتر لو نروح لهذا الملف أيضا نفتحها نشوف كلمة university تكونونه من عشرة كاركتر واحد اثنان اربعة خمسة سبعة اثنان هذا هو طول أطول لين موجود عندي في text file هذا كل ما رح ناخذ اليوم معي نعازل word count الcommand الأكيد رح ناخذ ما يخص time يعني و الavariance تبع الحاسبة اللي أظهر الavariance مات الحاسبة اللي عندي فرح نستخدم كوه رح نستعرض كالندر واللي عندي يصير c-al اد استعرض التقويم تبع الحاسبة و عندي هذا التقويم لو اريد اغير نمط اظهار هاي الكلندر بشكل عمودي h-calendar بشكل عمودي و انطي insert اني حاسبتي ما بها يعني الcommand الخاصة بيظهر الh-calendar في تقولي نصبه فعنا رح انصبه ببدعمكم sodo install احنا عرفتنا سابقا شوان نصب ابت h-date هو جاي يقولي command h-calendar ندفع واندفع نستعرض sodo abt h-date فعنا رح انصبه رح يطلب مني الباسورد احنا اخذنا هذا الستبتاب احنا اخذنا هذا الستبتابا انه شان انصب اه extension او location عن طريق command لاند في النظام او بنتهم فانطيت enter احتبدأ انا اعمالية تنصيب كيف المقر وصف احنا اتطلب نصيب احنا رحي اتطلب على كل حال بدأت عملية تنصيب الاتش دائد حتى أقدر أستعرض الكالندر عندي بشكل عمودي فأقول لي اتش كالندر بغرت عندي الكالندر بهذه الصورة فرق ما رهما بين الكالندر انه في البداية الكالندر بغرت ليها بهذه الصورة بينما الاتش كالندر بغرت ليها بشكل عمودي عندي الأوبشن رح ناخذ أيضاً كالندر 2020 يعني بسبلي أل عشرين عشرين ما رح نستخدم عشرين وواحد وعشرين وهذه لكل الأشهر وخاصة بسنة عشرين وواحد وعشرين بدايتهم في أي يوم ونهايتهم في أي يوم باستخدام يعاز يعني نكتب كالندر ونكتب السنة اللي يريد نستعرضها يعاز الكالندر الأخير اللي رح ناخذه هو كالندر 2020 هسو رأقدر استعرض الشهر الثاني من سنة عشرين وواحدة عشرين يعني إذا قد أستعرض أي شهر من أشهر السنة أكتب الكالندر وأكتب اسم الشهر وبعدين أكتب اسم السنة مثلاً كالندر احنا في شهر الثادس عشرين أستعرض شهر الثادس من سنة عشرين وواحدة عشرين وواحدة عشرين أطي إنتر فهي يعني ظهرات الكالندر نفسها بعدين أستعرض شهر مختلف مثلاً شهر الرابع فهيستعرض لشهر الرابع يعني فقط شهر ليس تاريخ الخاص من اليوم لا أي شهر من أشهر السنة يعني بهذه الإعاز ننهي محاضرتنا لهذا اليوم أستعرض لشهر ليس تاريخ الخاص من اليوم اشتركوا في القناة